النووي الإيراني تحت المجهر الدولي فمع ارتفاع منصوب التوجس العالمي من استمرار إيران في تطوير سلاحها النووي تتكشف في كل مرة فصول جديدة من مسلسل طهران النووي فأين وصل مدى الطموح النووي لإيران؟ آخر التقديرات صدرت من الوكالة الدولية للتقذرية إذ أكد مسؤولو المؤسسة زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في تقريرها الفصلي بيّنت الوكالة أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بلغ أكثر من 23 ضعف الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 بين طهران والقوى العالمية وكان مفاتيشو الوكالة اكتشفوا أن البلاد أنتجت جزيئات اليورانيوم نقية بنسبة 83.7% وهو ما يفصل طهران بخطوة قصيرة للوصول إلى عتبة 90% من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة إسرائيل المتخوفة من احتمال حيازة السلطات الإيرانية لسلاح نووي دخلت على الخط فكشف رئيس مجلس أمنها القومي أن بلاده على علم بمنشأة نووية أقامتها إيران تحت الأرض بالقرب من نتانز معطيات نفتها طهران جملة وتفصيلة من جانبها تهمت البحث الأمريكية لدى المنظمة الدولية في فيينا طهران بإنتاج اليورانيوم المخصب الذي ليست له أي أغراض سلمية موثوقة وفق تعبيرها ومنذ تعليق الاتفاق النووي تقول إيران إنها تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% ولطالما نفت السلطات في طهران أي طموح للتطوير أسلحة نووية وتشدد على أن أغراض أنشطتها النووية مدنية ترجمة نانسي قنقر